صبحكم الله بالخير النهاردة هنتكلم عن قصة أصارت جدل رهيب جدا بالأمس نازل فيديو كده في حدود الساعة 9 مساء عن فتاة كويتية الفتاة الكويتية دي هي الناشطة ريم الشمري ريم الشمري بتتكلم بالتحديد وبالخصوص عن المصريين اللي عايشين في الكويت فبتقول لهم وتفكروا يا جماعة دي مش بلدكم دي بلدنا اوعوا تفكروا ان انتوا ليكوا حق فيها لا انتوا مأجورين عشان تخدمونا عشان راحتنا انتوا ما تنسوش نفسكم انتوا مين وانتوا ايه وطبعا فيه كلام وقالفوظ مش هينفع انها تتقال بس يكفي لحد كده اللي هو موجز الكلام الليها قالته طبعا وبتتكلم بغضب طبعا انا مش عارف ايه القصة او فيه حد من المصريين زعالها في الكويت والقصة بس اللي انا عايز اقولولك اخت الفاضلة ان احنا كلنا المفروض ان احنا عرب واخوة وان احنا سند لبعض وان احنا نقف في ظهر بعض ما نقطعش ببعض لان برضو فيه من الاخوة الكويتة عايشين معانا هنا في ارض مصر فالموضوع سهل ووسيط مش محتاج عصبية يا كل واحد عارف ايه برده وإيه ليه وإيه اللي عليه لكن اننا نطلع اتكلم كده حقيقة تلام على كلامها ده لان طبعا فيه ناس كتيرة ردت وفيه ناس كتيرة هجمت على رد الفعل اللي هي عملته فيفضل الهدوء في القصص التي تخص الاخوة العرب يعني مش 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 سهلة القصة في زل هذا الوباء اللي احنا فيه اللي بيحصي عدد كبير من الناس ان احنا كمان نطلع ونكل في بعض وننهاش في بعض يا ست المصريين الرايحين هناك رايحين عشان يشتغلوا ويرزقوا ويجيبوا فلوس يا عام شغالين عندكوا على عنا وعلى رأسنا واحنا برضو فهمنا انتوا برضو فيه عندنا كفاءات بتروح لكوا علشان انتوا محتاجين بعض الناس البروفيشنال ان هما يشتغلوا عندكم يعني الدنيا كل الدنيا اخدوا وعطوا وسلف ودين زي ما بيقولوا يعني مش محتاجة القصة الكبيرة اللي حضرتك بتعمليها ده